السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كدير اللي بس عليكم بخير كانت مني تكونوا بي خير على خير وصحة جيدة ان شاء الله لأول مرة يشوف القناة ديالي كنقول لكم ما تنسونيش من جيم واشتراك وضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله قناتي قناة متنوعة كانت مني تشجعوني وتبارتاجي ومع الناس والاصدقاء يوما جيت لكم هادارت غلاسي اللي بصراحة واعر وما دق واعر ولا في الخيال يعني ما دق بحلي اللي شريتيها من يعني من من اشهر المخبازات ندوزوا ان شاء الله باش نحضروها جميع هنا بالنسبة لجينواز انا ديجا محضر معكم لجينواز احنا يا غنديرها غي ديال جوج بيضات عندي هنا كيما كتشوفو جوج بيضات وعندي اه تمانين جرام ديال سانيدة كان طلعهم حتى كي يضعف لي الخالط ديالي وكي يولي لي خالط ابيض هنا عندي كذلك تمانين جرام ديال دقيق وخمارة واحدة ما درتهاش كاملة صراحة درت غير نصف خمارة وفانية كي مشتو كالعادة يعني شاركتها معاكم لجينواز كجيناجيحة وكجيزويلة هاكا ملعقة خشبية ولا سباتولة وكان بقا نطلع من تحت الفوق فتيجة واحد باش ما كتشبتوش لبيض اللي طلعتو باش كجيكم جينواز ناجحة وكجيزوينة سفي هنا انا مشعل الفران شعلت الفران باش يسخل ليه مزيان ضروري الفران يكون سخون وصفي هنا يغنبقا بهاد الشكل هادا حتى كان صفي تما كيبقاش ليه دقيق هاكو كان هز من لتحت باش مايهبطش ليه دقيق لتحت بهاد الشكل هادا كي ما كتشوفوه هنا اخديت هاد المول هادا اللي كيتحال من جناب اه انا حيت بغيتها هاد المول كبير واحد شوية حيت انا بغيت الجينواز ديالي تكون لنرقيقة ما بغيتهاش تكون جينواز غليضة حتى لا تاخت غلاسي تكون بحل بيسكوي كتجيب حل بيسكوي سفي هنا غادي ندخل هالفران طيب وغادي انا ملي كتدخلو هاد الجينواز هادي اللي كتكون هاكا يعني كتشعلو ملفقه من تحت عشرة دقيقة تتوجد ما تفوتوش اللي بنات عشرة دقيقة لي لفتوها ركتنش في ليكم كتجيب هادا كشكل انا عادرتها فتلاجة سفي هنا عندوز للطابقة المقرمشة هنا عندي مية جرام ديال فويتين وعندي خمسين جرام ديال شوكولا غيش يعني شوكولا نوعية جيدة وعندي خمسين جرام ديال هادا بخاليني خمسين جرام شوكولا مية جرام فويتين إذا أريد أن تخلطه بالفويتين و لوز أو القرقاء أو هذا يمكن لكم حتى بقى هذي كتجي زوينة زوينة كتحت وحد تقرميش يعني كيكون خوكم في ذاك التارت هذي كتجي زوينة بزاة فأنا غنخلطهم بحال هكا يمن زيان زيان حتى كي ندامجوا لي مع بعضياتكم حنحاول نخلط غير بشوية باش ما ذاك ما يتكسرش لي ذاك الفويتين ها هو راه هنا جاهز عندي غندوز نجيب الجينواز من تلاجة أنا هنا يرى وجدتها قبل يعني بلي لوحدة ودرتها في تلاجة من الأحسن قطعت لها الجوانب يعني خديت لها واحد الحجم لحسب الإطار اللي بغيت أنا يعني على حسب انتو ما بغيتواها عالية أنا عندي ذاك الإطار راها كل مصدود تقريبا على الحد يعني غير الحجم صغير صافي هنا كنسقيها كنسقيها بسيرو اللي يعني درت نسكها سديل ساني دار كيف دي الماء ووح طريف دي الحامض ودرتو محتغله مزيان وكنسقي بهم جينواز ديالي مزيان مثلا كنسقيها ولكن ما تنبالغوش باش ما تجينش يعني يعني هي بين وبين يعني سقيها ولكن مشي بزاف المهم هنا غدي ناخد هادك الفويتين ديالي اللي مع الشوكلاة والبخاليني غدي نسرحو هاكا ونحاول نسرحو بالتساوي كما كتشوفو غير ما لبسي عنا غير من المعلقة كنحاول نسرحو بهتشكل هادا فوق لا جينواز كما كتشوفو صدقوني هاد دار هاد ديرها كجي زوينة 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 بثاف وحد المعضاق اللي رائع وبحال الله دع ما كينا بحالة شرياها من شي مخبازة كبيرة وحضرها غير في الدار كجي زوينة المهم هنا كما شفتوه البنات ران انا كنسرح هاكا سرحتها غدي ندخل ها المجمد حتى كتجمد ليه مزيان غندوز هنا يا باش ندير الكريمة اللي غن نخدم بها ان شاء الله يعني اللاموس اللاموس شوكولة اللي غدي نخدم بها سافي هنا عندي كاس ديال الحليب وعندي كاس ديال سكر سانيدة وعندي ثلاثة أصفار البيض عندي ثلاثة الوريقات ديال الجيلاتين عفوا عندي جوج وريقات ديال الجيلاتين سافي هنا اول حاجة هناخد هاد الجيلاتين هادا غدي نرطبه في الماء كما كتشوفو بهات طريقة هادي هنحاول هاكا نخشيه نزيان بشك يرطاب ليه زيان كنورك عليه حتى كي يهبط بهات شكل هادا وغاد ندوزه ان شاء الله هنبدو فتحه ديال هنا يدك الحليب غاد نديره في كاس رونا وغاد نضيف له نصف الكيمياء ديال السكر سانيدة غاد نديره فوق البوطة حتى كي يغلالي ينزيان وغاد ندوز هنا نصف الكيمياء الأخرى اللي بقعت ليه سانيدة غاد نضيف له ثلاثة البيضات دياله انا ما خدمتش انا معاكم بالقرام يعني خدمت معاكم معا كمعا كاس كاس العنبة راكا تجي من ضبوتة اديرو كاس تيل العنبة وراء غاد نجيكم مزيانة كاز وغاد نضيف هاد الكريمة هاد جرائعا هاد لموس هاد يكاز وغاد نزيف هاد بزاف سافي مهتم خلط هنا يومي البيض والسكر غاد ناخد الحليب من بعد ماء اغلالي يمزيان معاك سانيدة وغاد نضيف له هاداك سافر البيض اللي ضربتون معاك سكر سانيدة يكون كل شيء واضح وكل شيء موضح في الصغراء. صفي انا نضيفه انايا نخلط بعد شكل هذا. نحاول نخلطه مزيلا. بحط طريقة هذه. صفي وغادي نمشي باش نديرهم كلهم فوق البوطة. نديروا فوق البوطة اه يعني حتى كي يبالي الخالط بدأ كي يختار لي واحد شوية. انتم ما كتشوفوا كل شي عندكم هنا موضح في الصغراء. صفي كنا نرقى نخلط باش ما يطيبش لي البيض. كمشته. الشكل هذا. طريقة واضحة. النتيجة صراحة غزالة بالسف. كتجي هاد الحلوة ذوينا ذوينا. بحبي الشوكولة. طفي هنا كمشته انا كنديرها فوق البوطة. غير كتبدأ تغلى لي وكتبدأ تختار لي الكريمة. هانتم كما كتشوفو كددي الفقاعات من الجناب. كنهزب حالكو كندوق الصبعي كمشته كي يبال هذا. صفي راحة واجدك نحيدة من فوق البوطة. صفي هنا غدي ندوز غدي نضيفها هنا في هاد الإناء كمشته. تقدروا تخليوها غير تماما مشي مشكل. هذا يعني واسع شوية باش كنت يحكم في التخلاص. صفي قبل ما نضيف الجيلاتين. قبل ما نضيف الجيلاتين. قبل ما نضيف الجيلاتين نضيف شوية. ما نخليها سخونة بزاف. لأن المفعول دي الجيلاتين ما تيبقاش. صفي وكن نضيف الجيلاتين بهكا. وكن نحرك مرة تانية. حتى كي يضوب الجيلاتين على ضغية كي يضوب بسرعة. وغندوزي ان شاء الله باش باش نضيف شوكولة. انتم البنات كما كتشوفو. صفي هنا رداب لي الجيلاتين. غدي نضيف شوكولة غيش يعني شوكولة نوعية جيدة ضروري ضروري. ما تديروش شوكولة العادرة ما غايجيكم شذوين. ما غايجيكم شذوين. هاد شوكولة نوعية جيدة. آآ تامن ديالو شوية غالي ولكن نراه الماضي رائع بالثاف. عندما نضيف شوكولة بالحليب. اللي كيبغي شوكولة نوعي ديرها. انا هنا دف شوكولة بالحليب. عندي آآ مئتين غرام. مئتين غرام ديال الشوكولة. كما كتشوفو هنا يا. صفي هنا غادي نخلي شوكولة تغير واحد شوية. ومن بعد غا نبقى نحرك حتى تدوب لي ديالك الشوكولة كاملة في ديالك الكريمة. في هات طريقة هاتي. راح تدوب يعني انا ما كنت تاخدش منها وقت كتير. تدوب غيب ديالك السخونية. صافي في هات شكل هادا. طريقة راح طريقة راح بينة. يعني راح واضحة. مستهلة في نفس الوقت. حافي في هات شكل هادا. صافي هنا الشوكولة كاملة راح تقريبا. دابت لي. نرى. اشتركaa en القناة. da. اشتركوا في القناة 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 أضف خلال جيلاتين ستضيف الجيلاتين سوف نضيف الجيلاتين ونحرك حتى يضب لي الجيلاتين سوف نحتفظ به ضروري في حرارة المطبخ حتى يدفع لي ايام كنت تستعملوش سخون فوق الحلوة حتى يدفع هاك وكتخشيفي يعني الاصبوع ديالك وما كتتحقي موالوي كتحسبي دافئ سافي ديك ساعة يمكن لنا امتستعملوه ضروري غادي نصفيه ضروري هاكا غادي نحرك حتى غادي دوبليه القلاساج سافيه غادي نجيب واحد صفيه وغا نصفيه اه مهم انا غادي نخد من ذاك القلاساج واحد شوية هاكا قياس ديال معلقة كبيرة وغا ندير فيها واحد شوية ديال الملمع الدهابي او الملمع النحاسي اللي بغيتو سافيه هادا غيل سين بش كي اعطينا واحد اللون اللي هو زوين هادا كان ديق راديو به ذاك القلاساج سافيه ناج بتطارطة ديالي من اه من المجمث سافيه غادي نخوي علي هر قلاساج كي ما قلت لكم كي يكون دافي ما يكونش سخون بزداف وما يكونش بارد لا خليجوه برد فوق القياس راها راها سافيه كي ما كي يجيكمش هاكا يا مقاعد سافيه هنا كمشتو كان بقا ندير في الجوانيب نهزم من هاداك سبيتو اندكش الجوانيب اللي بقاو خاوين ناخد هاداك القلاساج اللي دارت فيه الملميه وقد نزوق بيه هكا يعني تزين بسيط 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 ووزوين في نفس الوقت هنيا اخدي عفوان هنو كي بانش مزيان خليت الفويتين وقدرتوه دورته على الجوانيب كاملات قدروا تديرو اللوز بيفيليت قدروا تديرو الفرميسي الشوكولة حتى هي كدوزوه هاكا في الملميه الدهابي وقدرتوه هاداك الملميه كان ناخد هاداك الملميه كان ناخد هاداك الطابع هادا ديال الصابلي وقدرتوه نحط في الملميه ونديرو هاداك شكل هاداكوش يمضح لكم كان حاولو نزينو بشي حاجه اللي سهله في نفس الوقت راقية وهي الحلوه بعد الموجدات كيجي بها تشكل هادا كيجي المنظر راقي والمضاق والارواح مزوينة بزاف رائعة جربوها ما غادش تندمو عليها جربوها في البيوت ديالكم عيوض انكم تشريوها من المخابيز يعني بتعمل اللي هو غالي بزاف وصدقوني هاكويلة صيبت ياه في البيت ديالك كيجي احسن واحسن كانتمنى تعجبكم الوصفة دياليوم كانتمنى ما تنسونيش من اللي لايك والباركوش يمضح بشي وتعاليخكم زوينا وشكرا لكم بزاف بزاف وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله الى اللقاء